اهلا بكم في قناة المساء الاخبار وطبعا هنتكلم عن توقعات مهمة لال عبداللطيف في عيد الاطحى المبارك مش هزمن تحصل في العيد ولكن نقدر نقول ان تلك التوقعات قالت انها تحصل في تلك الفترة المقبلة والحقيقة قالت في حاجة هتحصل ممكن تصدم العالم كله قبل ما نبدأ بفكركم بالاشتراك وتفعيل الجرس وقالت نعمل لايك وشلي الفيديو عشان يوصلكم كل جديد وطبعا كل ساعة طيبين خلاص يعتبر الشهر اللي جاي في اخره عيد الاطحى المبارك صدمت لالة عبداللطيف الجميع بعد ان اعترفت ان الاسابيع القادمة مليئة بالاحداث الخطيرة التي ستقلب الموازين ويصادف حدوث توقعاتها اقتراب عيد الاطحى المبارك وتوقعت السيدة لالة عبداللطيف سيدة التوقعات عبر قناتها الشخصية على موقع الفيديوهات يوتيوب مجموعة من التوقعات خلال الفترة القادمة وتوقعت ان تصبح السعودية في عهد ولي العهد محمد بن سلمان محط الانظار والانفتاح وتوقعت بالحقيقة فعلا تحققت مش محتاجة اديكوا شايفين قمة جدة والعرب كلهم كانوا موجودين فيها وكان اجواء مهمة جدا خصوصا مع دخول بشار الاسد الاجتماع بعد حرمان سوريا من هذا الموضوع حوالي 12 سنة اكدت لالة عبداللطيف ان ما فعل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في الوقت الحالي ما هو الى بداية الطريق لبناء جسر عربي لا مكان فيه الخلافات ولا الصورات ولا الحروب وسنكون امام ولادة تحالف عربي جديد وده بنشوفه حقيقي فعلا في عودة العلاقات ما بين الدول وما بعضها زي تركيا زي ايران وعلاقاتها مع السعودية وبقية الدول وهذا الدور بتلعب في السعودية دور كبير جدا وخصوصا معها كمان مصر وتركيا خلال المرحلة القادمة في حسم الخلافات العربية والاسلامية كمان قالت ان بقى الخطر الحقيقي اللي هيصيب العالم في المرحلة اللي جاية واو في الاسابيع الجاية خصوصا هيصيب اوروبا حد يقول لي يعني اوروبا يحصلها ايه غير اللي هي فيه دلوقتي من ارتفاع وغلاء والكلام ده كل لا اللي بيحصل حاليا في روسيا واوكرانيا نقوس خطر ان الموضوع هيبتدي يبقى افزع من كده مبارح سمعنا ان فيه سحابة مشاععة طلعت من ضرب مكان اه اه اماكن كده فيها يورانيوم منضب يعني قديم بس عمل سحابة مشاععة وبتدلي على كده ارتفع اه درجة الاشعاع في بولندا وفيه حاجات تانية واختار كتيرة والنهار ده بخمط في اوكرانيا عليها حرب عنيفة بقولك ما حصلتش من بداية الحرب في شهر فبراير اللي فات فده بيدل على ان نقوس الخطر يدق ابواب اوروبا وبتتوقع لالعبد اللطيف ان اصداء نقوس الخطر ده هيكون في بعض الدول الاوروبية ودخلها الحروب مش مجرد بس كلام واسلحة لا هيخص الحرب خلاص ما يزيد من نسبة الهجرة والنزوح من تلك الدول وسيكون المشهد الاوروبي في الفترة القادمة مليء بالمعاناة والمقاسي وقد يؤدي الى افلاس شركات اوروبية كبرى وان يصبح الوضع الاقتصادي في اوروبا عن محك خاصة خلال المراحل اللي جاية كما انها لا ترى اي نهاية قريبة للحرب الرسال الاوكرانية ما يعجل من وصول الحرب بالاوروبا بالنسبة المصر توقعت ان مصر هتخش الفترة اللي جاية الى اوساط العالم العربي من خلال التعامل والحوار وهيزور الرئيس السيسي عادة دول عربية واسلامية زي العراق وتركيا ودول تانية والمحطة الاهم هتكون ما بين الرئيس السيسي وليل عهد السعودي وهيكون مع بعض في وجه كل الخلافات العربية والصعوبات وبتتوقع ان هو يضع الرئيس السيسي قانون للجرائم خاصة جرائم القتل الوحشية بانا اليومين دول بنسمع عن كمية جرائم مش طبيعية ويصدر قرار حاز من هذه الجرائم وسيدرب بيد من حديد لمحاربة تلك الجرائم ومن خلال تلك القوانين ستنخفض معدلات الجرائم السنين اللي جاية مش بس كده اتكلمت عن برضو عدة دول من القضية الفلسطينية في ناس كثير بتقول هل من نهاية لهذه القضية قالت خصوصا فعلا هيحصل نهاية لهذه القضية لكن ممكن مش على ايامنا على ايام الاجيال اللي بعدانا ولكن في النهاية شايفة ان العرب هينتصروا على اليهود قالت بالنص القضية الفلسطينية منتهت ومأساة تنتظر فلسطين ولكن في النهاية العرب ينتصروا على اليهود يوما ما ممكن مش على ايامنا وقالت كمان فيه منوشات على الحدود بين اسرائيل ولبنان والمقاومة وحسن نصر الله وحزب الله كالشوكة بالمرصاد لهم لبنان سيخرج النفط او هيبتدي خرج النفط او الغاز يوما ما وسيكون اغنى دولة هي وسوريا في البترول ايضا قالت شايفة نهضة للدول العربية ونكسة للدول الاوروبية او الاجنبية خصوصا امريكا امريكا واوروبا بتواجههم نكسات رهيبة جدا ندينة شوفنا ارتفاع سقف الدين في امريكا وحاجات تانية كتير بالنسبة لبقية الدول العربية ونرجع تاني المصر قالت هترجع تاني ازمة سد النهضة على طاولة الحوار والكلام هيرجع تاني نتكلم عن هذا الموضوع خلال الايام اللي جاية وازمة سد النهضة بالمصر والسيوبية لن تمر على حساب عطش المصريين وقرى وقوف الشعب وراء الاراضة القوية وعلى رأسها السيسي ستجعل نهاية الازمة درسا قاسيا لكل من يحاول التعدي على حقوق او مكتسبات الشعب المصري اكتشاف مثير للمياه تحت احد الاهرامات المصرية وقرى زحمة العلماء الاثار اجانب وعرب بتوافدوا الاهرامات لتسجيل الحدث وايضا قالت اني شايفة مثلا في الايام اللي جاية للسوريا ان مدينة ادلب هتكون في قلب الحدث من جديد وستكون محررة بالكامل بدون مسلحين او سلاح غير سلاح الجيش السوري ده ممكن يحصل لو حصل تطبيع في العلاقات ما بين سوريا وتركيا والنهاردة تركيا او رجب طيب اردوغان قال انا مستعد في ان انا اصلح العلاقات مع سوريا بس على شرط واحد ان هي تتعاون معنا في التخلص من الارهاب وانا كان نقصد طبعا الاكراد اللي هما دايما بيعملوا عمليات في تركيا ايضا قالت ليلة عبداللطيف انها ستشهد سوريا انسحابات متعددة لبعض التنظيمات المسلحة على الاراضي السورية والجيش السوري ينتصر ويستلم هذه المواقع بدون اي معركة كمان بالنسبة للامارات قالت شايفة انها بتظهر بقوة لوجهة الاعلام العالمية من بسبب حدث مهم جدا هيحتل لمساحات واسعة من الشاشات العالمية والعربية خلال مرحلة القادمة بالنسبة لقطر قالت برضو ان العلاقات الكترية والسورية هتفتح ابوابها امام زيارات متبادلة بعد جولة وسطات نجحة بتصب في مصلحة العلاقات الجديدة من كتر والسورية اما الكويت ستشهد ازمة سياسية طريقة ولكن ستكون عابرة ولن تؤثر على استقرار الاوضاع او الحكم او ايضا ستتخذ الكويت قرارات حاسمة على السعيد الداخلي تتعلق بمسألة طارئة وشخصيات عالمية وعربية تزور الكويت بسبب حدث مؤصف لكن ايه هو قالت معرفش وشايف حداد رسمي يلف في قبة البرلمان الكويتي كمان بالنسبة لدولة العراق ايلا ان شايفة للأسف الشديد ستشهد العراق عملية اختيال تطول شخصية عراقية نافزة وبرزة وقالتها اكتر من المرة وايضا قالت العراق سيكون على عتبة التغيير الكبير امنيا وعسكريا وسياسيا واقتصاديا والمهاجرين العراقيين سيعودوا للعراق حتى الذين انطردوا منها هيرجع وايضا بالنسبة لتركيا قالت ستشهد العلاقات التركية الايرانية في بعض الاحيان مش في كل الوقت توطر كبير هيظهر على العلن في المرحلة اللي جاية والرسة بتتدخل للتهداء وضبط الامور بين البلدين وايضا شايفة ان الرئيس التركي اردوغان بعيدا عن الوجه الاعلامية والسياسية الفترة معينة بسبب ازمة طريقة ممكن تكون صحية وايضا ستشهد تركيا حملة من المدهمات والاعتقالات بسبب حدث ما قد تكون لعملات اختيال لشخصية تركية بارزة بالنسبة للجزائر قالت ستشهد الجزائر يوم من الغضب الكبير يعم الشارع الجزائري مع احتجاجات تؤدي لحصول تغييرات امنية وسياسية ستضع الجزائر على ابواب الاستقرار ولا خوف على الجزائر من انتشار جماعات مسلحة متطرفة وده بفضل القوات الامنية الساهرة وارادة الشعب الجزائري الواعي وايضا قالت ان فيه قوة داعمة من الخارج للجيش الجزائري وستحقق الجزائر انجاز رياضي كبير يكون حديث الاعلام والناس وبتقول مهما حصل ما بين المغرب والجزائر او جزائر وليبيا او اي ان كان بيحصل في دول المغرب العربي هيكون مؤقت وهيرجع السلام ما بينهم ايضا قالت لالة عبداللطيف بالنسبة لتونس شايفة مشهد من الاحتجاجات في تونس سيساهم في كسر الخوف الامني ويؤدل ثورة اصلاحات لا يمكن وقفها ابدا على الرغم من وضع السلطة في الوقت الراهن وستكون تونس في 2023 على ابوب الاستقرار والازدهار ان شاء الله ومش معنى كده ان احنا المشاكل تتحل في ساعتها ولكن نقدر نقول بداية حلول بداية حلول او بداية انفراجات لتونس انها ماشية على الطريق المزبوط من نسبة المغرب قالت ازمة سياسية مفاجئة وتوتر جديد في الاجواء ما بينها وما بين دولة عربية وان شاء الله يمر على خير وحالة من الحزن والحدات تلف المغرب لحد سن ما وسيقود الملك المغربي حملة واسعة الفساد وسنرى اسماء شخصيات كبيرة جدا في المغرب بعيدة عن الوجهة وبعد هذه الشخصيات وراء القطبان وقرار جريء من الملك سيعيد هيفاجئ الجميع طبعا وسيعيد السكة والهدوء للشارع المغربي بعد موجه من الاترابات الوسعة كمان قالت ليلة عبداللطيف بالنسبة للاردن قالت ارى الاردن في قلب الحدث من جديد والحدود الاردنية هي الحدث والمخابرات الاردنية تكشف عملية تهريب جماعات مسلحة لداخل الاردن وهيتم الابضع على زعيم هذه الخلايا المسلحة والمخابرات تتلقى الدعم والتقدير والمكافأة من الملك نفسه طبعا بنوجه التحيل الاهل الاردن خلاصة على الاول شهر الجاي حفل الزفاف او عقد قران وليل عهد طبعا ده حدث بيستنى كل الاردن حدث صار باذن الله بحصلت فيه اي مشاكل ويكون حاجة كويسة جدا العرب كلهم فرحانين اما عن امريكا واللوات المتحدة الامريكية ستشهد امريكا ركود وبطالة غير مسبوقة والشارع الامريكي يشتعل من جديد وحريق مفاجئ يندلع في اجواء ومحيط البيت الابيض وممكن يكون مفتعل طوحين الشر والارهاب تطال امريكا مرة اخرى وبأساليب جديدة ومشهد لطائرة مشتعلة في الاجواء الامريكية وسيتم تسريب وسائق سرية لغاية بتظهر العالم ممكن تشكل في دي حساسية كبيرة والكلام ده بدأ من النهار ده يعني فيه كلام بيتقال ان الاف بي اي بيدخل على قاعدة بيانات الناس او المواطنين الامريكيين بدون اذن مش مرة ولا تنين بقول لك لاكتر من مرة والمفروض حاجة زي كده ما تحصلش الا ما يكون بازن من القضاء فده معناه ان هم بيعملوا مبادلهم وبيقدروا يخترقوا معلومات الناس من غير اي اذن قضائي فده بالنسبة لهم فضيحة وللأسف سنرى الالاف الاصابات والمشاردين في مناطق منكوبة ممكن عن طريق زلزال فايدان قالت ما اعرفش وامريكا تطلب المساعدة من دول الجوار بالنسبة الفرنسا فرنسا هتبتدي انها الفترة اللي جاي هتعمل قرار لصالح الادنان هيكون قرار مهم جدا هل يعني رأينا ليه علاقة بريات سلامة والانتربول طلع قرار بالقبض عليه الله اعلم اما عن المانيا قالت الكوارث الطبيعية تضرب المانيا من جديد وتسبب حالة كبيرة من الخوف والهلع والسلطات الالمانية ستقوم باجلاء السكان في بعض المناطق وايضا الحزن يعم ارجاء المانيا بسبب حدث مؤسف ممكن يكون في الشهور اللي جاي او في السنة اللي بعدها ربنا يستر وايضا الشموع تضاق في بريطانيا جراء حدث مؤسف وايضا اقتصاد البريطاني في مشكلة وايضا يعني بريطانيا هتعمل على سن قوانين جديدة وصارمة ضد الهجرة الغير شرعية واحتجاجات طعم بريطانيا وبلبلة وفوضى ليه بقى وازاي وامتى قالت معرفش لكن شايف فيه اضرابات وشايف فيه مظاهرات بكده نكون انتهينا من هذا الفيديو حاولنا نلم فيه اكتر الدول عارف فيديو ما تتكلمناش عنها ولكن على قد ما قدرنا حاولنا نلم اكتر الدول اللي اتكلمت شكرا لحضراتكم اشوفكم في خير في فيديو جديد على قناة مساء الاخبار ما تنسوش الاشتراك وتفعيل الجرس وعلي تنعمل لايك وشال الفيديو لو عجبكم وكل سنة وحضراتكم طيبين